أستراليا التي تبدو قصية في الخريطة، بعيدة في الجغرافية، فريدة في التوقيت، اختار أبناء جامعاتها أن يضبطوا توقيتهم على غزة رغم الضغوط التي تواجههم سواء من جامعاتهم أو من سلطات بلدهم. في ميلبرن مثلا وزعت إدارة الجامعة منشورات تتهم الطلاب بعرقلة الدراسة وهددت باستدحاء الشرطة لقمع الاعتصام الطلابي بالقوة بعد فشل الإدارة في انتزاع قرار قضائي يسمح لها بذلك ودفاع المحكمة عن حق الطلاب في الاعتصام. بحسب مواقع محلية وزعت الشرطة أوامر بالإخلاء للطلاب الجامعيين المعتصمين بأحد مباني جامعة ميلبرن بعد انتهاء المهلة التي منحتها لهم الجامعة. وكان لافتا ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة عن قيام موظفي جامعة ميلبرن الأسترالية بتشكيل سلسلة اعتصام بشرية بهدف حماية الطلاب بعد أن هدد مسؤول الجامعة بتدخل الشرطة لفضي مخيم الطبضام الطلابي مع غزة. كما هددوا رسميا بسوء السلوك والإيقاف ومنع التسجيل إذا لم يغادروا المبنى. في ميلبرن أيضا لكن في جامعة لاتروب أعلنت الإدارة أنها ستبدأ إجراءات سوء للسلوك ضد المحتجين في المخيم الاحتجاجي الذي أنشأه الطلاب المتضامنون مع فلسطين. على الرغم من أن الاحتجاجات في لاتروب كانت سلمية نسبيا ولم يتم مقاطعة أي فصول دراسية حتى الآن بحسب تعبير بيان الجامعة. وخارج جامعات ميلبرن اشتبك متظاهرون مؤيدون لفلسطين مع الشرطة أثناء محاولتها تطويق مسيرتهم أثناء هتافهم إسرائيل دولة إرهابية. ولا يمكنك الهرب لا يمكنك الإختباء أن تتدعم الإبادة الجماعية. في وجه مسيرة مؤيدة لإسرائيل تبعد عنهم نحو 100 متر بحسب موقع The Age الإسرائيلي. جامعة أسترالية أخرى أيضا مشاهدين هي كوينزلاند حذرت من أن الطلاب قد يواجهون إجراءات تأديبية بسبب هتفاتهم المنددة بإسرائيل. أو استخدامهم كلمة انتفاضة التي وصفها نائب رئيس الجامعة في رسالة إلكترونية أرسلت للمعتصمين بأنه يمكن اعتبارها تهديدا أو تخويفا أو مضايقة لبعض الأشخاص. واعتبر رئيس الجامعة بيتر فارغيس أن الاعتصام تجاوز الاحتجاج المشروع وخرق قواعد السلوك في الجامعة. لكن تهديد الجامعة يبدو أنه لم يخف الطلاب المعتصمين الذين أكدوا أنهم لن يذهبوا إلى أي مكان. على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل كبير مع الحراك الطلبي الذي تشهده جامعات أستراليا. وكان لافتا فيديو قيام موظفي جامعة ميلبورن الأسترالية بتشكيل سلسلة اعتصام بشرية لحماية الطلاب. نورمي أنج تقول من الرائع رؤية أعضاء هيئة التدريس يدافعون عن الطلاب. هم في الجانب الصحيح من التاريخ. جريغ ماكدونالد يكتب معجب جدا بالموظفين والطلاب الذين يقفون تضامنا مع الضرورة الأخلاقية الأكثر الحاحن. التي واجهت أستراليا في عقود وجيست بيزيك تكتب فخورونا بالطلاب. كنا الجيل الذي احتج على غزو العراق. وقال الجميع أنكم ستدمرون مستقبلكم. فقط واصلوا دراستكم وأحيانا تعرفوا ما هو الصلاب عليك فقط أن تقاتل من أجله. ترجمة نانسي قنقر